جميل اصبح الاقبال على الوقود اكثروا وخرجوا برشة وين صدوا يحوش انتو تعرفوا والله العظيم نحساب نقطة السبب بطلع التقس جميل والله العظيم نحساب نقطة معناها نحساب لقيت وانا ستاتو قلت بقى نقطة مزيانة ما ايش خايبة معناها بعد ما قالوا ليه رايو اليوم صرحت في اكسبرس افام في دي جي ستير وشي ترقيت بالحق صرحت بانا التقس جميل ما بعدش برشة ماوز على التصريحة وواحد مروسي الحكمية اتقال الكورونا تاكي جي سخنت وتموت وحادا ايش نزلنا مروسي ليه بالله والله في الليسانس بدينا بالسيولة ودينا نحكيه على المخزون الاستراتيجين هالي اثنيين ووزيرة الطاق بعدها مشينا شوية ولينا نحكيه على المواطن واللهفة ناطق رسمي باسم الحكومة البرح اليوم والله التقس الجميل هو اسباب من الاسباب زعمها حسب رايك صافي ولا يوحد حضر معنا شو غدوف شو قلو لنا مسؤول من المسؤولين عن اسباب غيب المحروقات والله هم شايفوا معلمهم الكبير هذيانوا العالي والشاهق فأصبح مسموح لهم يتكلمون على كل شي وبيكل شي يفسرون اي شي شوف احنا توانسة غير جديين يعني احنا نتعاملوا مع المسألة بشوية نرفزة في اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابعة تصبح نوكت وتصبح شي عادي دخلت في العادي اكثر كلمة تتكرر على لسان التونسي هو عادي نورمال عادي نورمال كل شي نورمال كل شي عادي والله هي طرفة الاسماء وغربة تصريحات معتها هذه الميزة معتها نتاع الوزراء الجدد ما لاش يستنى فينا في الصيف أسم جميلة فاختة بالفعل معنتها لكن تصريح غريب معتها الى درجة احيانا تتساءل معنتها هل كل الاسباب والتبريرات معنتها غابت عن السيدة المسؤولة هذه بش تقدم تصريح بالطريقة حتى لو كان الطقس ما هو جميل شبه شبه الطقس غايم غير واضح لفهمناها اجتالة صيف معتها حتى في توصيف معنتها الحجة اللي جابتها ما تماش مشروعية معتها كان بإمكانها رو أقصر طريق معنتها هو الحقيقة أن نقول ماذا حدث يا بالذات وكان من الممكن أن تقولوا من نهارة الخميس هي لا تملك الحقيقة لا تعرف تعرف لا 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 تعرف بيس مديرة عامة تعرف مليح صدقني أنه ما يعرفوش صدقني أنه ما يعرفوش وصدقني أنه يدخلوا المكاتبهم مراتهم ما يعرفوا شي وعندهم معلومات قديمة وغير محدثة ويعطوهم تفسيرات أقرب المستشاري الليهم يعطوهم تفسيرات سريعة ويمشوا بها أمورهم مش كلهم يعرفوا ومش كل اللي يعرف يقول السيدة فاخدة على الأقل من خلال بعض المعطيات اللي نعرفها اللي على مستوى مهني معتها تقريبا من أمهر الكوادر الموجود عندنا هذي بشهادة نقابين يخدموا في ستين اللي هي من أكبر مؤسسات مرأة معتها في مكانها تخدم بطريقة لكن على مستوى التصريحات التصريحات عندها ناسها لو منش من المفروض مديرة انتع مؤسسة تنجم منهم تقول كلهم تكلموا كل مديرة تكلمت ونطق رسمي بسم الحكومة تكلم معلية تكون ماجعة في ملفها لكن التصريحات من المفروض لو خرج النطق رسمي بسم الحكومة هذي وقدم تصريح قال لهفة قال احنا لهفة هذه الحلقة الأخيرة هي الحلقة الأخيرة في سلسلة من الأزمات في الأخيرة جي اللهفة ما زلنا منعرفوش التصريح هذه والحلقة الأخيرة ولا مازال خطر اللهفة هي الحلقة الأخيرة والله يشو بكل صراحة أولا الاختيارات مش واضحة ظبر بي كبير ما عندهمش حقيقة المشكلة وانه في تونس كما ليجي معناها الزميل الصحافي وقتها قاله يقوله يذوبه في الكوليستيرون يجي مسؤول يقوله يقولها كيف وتعدد المصادر بصراحة الحق طوالة فاختة مثالة أمر عندها منصوب من الكفاءة مهم لكن بجملة كي هذي تبدأ كل شي في الغي العام تظهر معناها تدفع على السخرية مش عالشفقة شوف في الطبيعة أنا كن صغيرة بيت عصفور اسمه جغل جغل هو المقنين وكان له وما يولدش كما بغل ما يولد هذيك تعيت بحذي يبك جغل هذيك أصله ديناصور يعني في الطبيعة الديناسور يولي عصفور في تونس تعطيه مش غل تعطيه مكان له يلو دهولك ديناصور تسمى على بلد تسمى الزحالة رهيبة خاصة في التصريحات والتعبيرات الحق على هذا المستوى اللوم على الناس اللي يقولون حتى 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 ما يجبولها مش تقول هي كلمة هذة صحيح وكذلك على الزبابية العامة خطيها تحكوا على ذقون شعب كي ما قال لك صاف سعين ولو شعب هذة تعديت عليه سين عشرين حضارة ولقد دهي يعني كل شي معناها ما تجيش تلعبها بو منيجي مع التوانسة معناها تلاخل صباح تجربت العشرة سنين وعادة نحن نستهلكوا الجاز والإسانس والواحد وقت الدنيا تبرد مش كي يبدأ تقريمي يعني مفروضة والجاز وغيره كي تبرد الدنيا كما تكينا حطوا السخانة وحط بوصة الجاز هي بطبيعتها كنسبة لمتار وتبرد بتبيعت كزي زي متجام اشتاخلت للخيوز خطر الحفور واشتغل لكراها باش تغرق واشتغل واشتغل فما نقطة هي خلي قديش